التأكيد على الذهاب إلى الاتخابات مبكرة خلال فترة لا تجاوز السنة وهذا كان ضمن الاتفاق السياسي الموجود بذلك الوقت أول من انقلب انقلب السيد المالكي وقال لا ماكو داعي لاتخابات مبكرة ما نحتاجها الاتخابات مبكرة إلى ضرورياتها وإلها أحداثها حينما كان يعتقد السيد المالكي بأنه هو من يسير الأمور وكان يتحدث بهذا الشكل أنا قلت له للسوداني سوف لانشي وسوف لانشي وسوف لانشي بشكل حكومة بسرعة ما لك علاقة أو في الآخرين هذا يعني هذه الضربة اليوم السوداني الآن واحد من خصوم المالكي سياسية شوف هسه هو واحد من خصوم المالكي بس ذات اسمعلي هو السوداني كان يحلم أن يكون ضل للسيد المالكي مو يكون خصم السيد المالك هو من جاء بالسوداني وعمله خصم هو من وضعه بهذا الاتجاه تعرفه سيد الصدر من البداية كان يرفض يعني يرفض تولي السيد السوداني ودائما العجيب أن السيد الصدر يمتلك رؤية استشرافية يعني يفوق به الآخرين أو كما نتحدث أنه يسبق الآخرين بخطوة اليوم هسه نالبرنامج مدد نتحدث فيه اليوم في في الكثير من الإشكاليات ربما والملاحظات التي نضعها على الأداء الحكومي من جهة ونضعها على الأداء السياسي اليوم اللي موجود اليوم اقتلاف إدارة الدولة اللي يشكل الحكومة أين أصبح هذا الاتلاف؟ اتلاف مفكك اتلاف مهشم ولعل الرسائل التي جاء بها سيد مسعود البرزاني والتي تتحدث ربما عن انهيار النظام كانت رسائل شديدة اللهجة وأكد فيها على مسألة مهمة وهي أن عدم وجود التار الصدري في العملية السياسية معنا انهيار العملية السياسية قوية هسه هذه ما صربت احنا ما تشلنا عظيم لا أسأل أنا أنت المعلومة قريبة من اللي تتحدث بي طبعاً ما يحتاج يعني بالنتيجة عدم عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية معنا انهيار العملية السياسية بهذا الشكل خليش شفراني سيد الصلاة شوان آلية الانهيار كيف آلية الانهيار هسه ما لي أن السخوة هو سيد المالكي للأمانة اليوم اليوم لا يدعو بعد أن شعر اليوم بأن مثل ما تحدث الأستاذ كاظم بأن الإخوان بدأوا يسحبون البصات من تحته بدأ يتامرون عليه بدأ يتغولون عليه يعني أنت يعني نتحدث اليوم يعني على أي أساس تم توزيع الاستحقاقات الوزارية في الحكومة حسن سمال على أخوض بهاي يعني أبو الأربعين مقعد ويابو المقعد يساوى أكيد هذه تمت يعني فيه تمت جهد في هذه الحكومة